كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من طلب التثبيت يا مقلب القلوب طيب ما قال يا مثبت القلوب لاحظ رحبين ما قال يا مثبت القلوب ثبت قلبي قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي مع أنه هو مثبت القلوب قالوا في السبب من كثرة تحول الحاصل يعني من كثرة تقليب والتحويل القلوب الحاصل في الواقع دعا به يا مقلب القلوب على أن التقليب يا إخوان من جهة أخرى قد يكون خيرا يعني إذا قلبه من باطل إلى حق ومن ضلال إلى هداية ومن معصية إلى طاعة ومن بدعة إلى سنة ومن شرك إلى توحيد ومن كفر إلى إسلام كان هذا التقليب في صالح صاحبه فالتقليب فيها خوف فيها رجاء يا مقلب يعني تعلق في الداعي بالنسبة للمدعوه والله أمران خوف رجاء أن يقلبه خشية أن يقلبه إلى شر باطل ضلاله وبدعو ورجاء أن يقلبه إلى خير وكذا ويثبت ويثبت على ذلك فقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ترجمة نانسي قنقر